هذا الثقب أمامكم كان قبيل ساعات فقط أرضية تحمل فوقها عائلات بأكملها وهو في نفس الوقت سقف لأخرى خمسة عشر فردا على الأقل كتب لهم النجاة قبل وقوع الكارثة أنا رجلت واحد سويعة هكذاك جاء لي يا أخويا قال لي يا ودي قال لي تحت بلوك أنا اسمعت خبطة نط هنا قال لي خبطة اسمعت نط خرجت البراس طح أنا غير خرجت استعليها أنا غير خرجت طحت اللي من الفوق ولي من التحت عشرين بنادم تي ما جين انت عشرين بنادم في باطيمو في كابيطار في بابلوات شغل الناس يلاعبوا بروحة عن الناس لم يكن لقاطني المنزلين هنا خيار غير الاحتماء بسقف ولو كان غير أمن الانهيار هذا متوقع حسبهم بما أن الاهتراء أتى على جل المنازل هناك يوناني اللي اكتبنا الو بي جي باش يشوفوا هذا الكنسيرج ريالي وستنون دي كابي لها ساكن هنا معي مه وشوف الحال كيف شراء رابط والناس يساعد في الكافية ساكن التحت العمارة تحت طائلة خطر الانهيار وأرواح قاطنيها مصيرهم مرهون ببقائهم أو رحيلهم في وقت يثار الحديث حول انتقال العاصمة من طبعها القديم إلى طبع جديد تحت مسمى العاصمة الذكية تأتي هذه الانهيارة الخطيرة لتجعل الوصاية أمام حقيقة الميدان لا حديث المنابر